لقد قمنا بعمل الإعداد هذا في لاب السابق حيث تمكننا من إنشاء مركز قيادة وتحكم لاختراق جهاز الضحية الذي لديه DNS-CAD2 مثبت عليه كانت كل الحركة محظورة معدى حركة الـ DNS على منفذ 53 لذا تمكننا من اختراق هذا الثقب في الفايروول الآن كيف يمكن الحد من ذلك؟ إنه أمر سهل يجب أن يتواصل مخدم الـ DNS الداخلي الخاص بنا فقط بمخدم خارجي مصرح له وفي هذا الوضع هنا يمكننا ببساطة حظر عنوان الـ IP الخاص بهذا المخدم وستستمر الأمور بصورة طبيعية الآن يمكننا القيام بعمل يخص ذلك باستخدام هذا الهيكل هنا هنا سيتواصل مخدم الـ DNS الداخلي فقط مع مخدمات DNS خارجية شرعية وقد قمنا بحظر عنوان الـ IP السابق لهذا الغرض ماذا لو ذهبنا الآن إلى GoDaddy أو أي مسجل آخر وسجلنا الدومين الخاص بنا هناك وقمنا بضبط مخدمات الاسم الخاصة بهذا الدومين بحيث تشير إلى المخدم الضر لدينا والذي يملك DNS-CAD2 مثبت عليه إذن فالـ DNS المحلي الخاص بنا لن يتحدث مباشرة إلى المخدم الضر إنما سيعالج استفسارات عادية من مخدم DNS شرعي ولكن مخدم الاسم يشير إلى المخدم الضر لهذا الغرض علينا إعداد مخدم كلاود هنا ونحتاج إلى شراء اسم دومين لضبط ذلك دعوني أريكم كيفية عمل ذلك لشراء مخدم كلاود يمكنكم استخدام VPS Cheap أو Digital Ocean وهذان يزودان مخدمات VPS رخيصة باشتراك شهري أو سنوي قمت بالإعداد وهذا مخدم Ubuntu VPS الخاص به وهذا هو الـ Public IP الخاص به أيضا وهو 192-250-236-154 الآن على مخدم Ubuntu علينا أولا أن نثبت Git نضع apt-get install git ثم علينا تشغيل الأوامر التي شغلناها من قبل على جهازنا المحلي فقط قوموا بنسخ ذلك ولصقه هنا على الترمينال سيقوم ذلك بتثبيت روبي وينسخ مخدم DNS-CAD2 من GitHub نكون جاهزين لتشغيل المخدم كما ترون هنا فقد بدأ بالاستماع إلى المنفذ 53 الآن يمكننا التواصل مع المخدم من خلال عمل سطر المهام هذا يمكننا أن نضع عنوان IP المخدم هنا أو اسم الدومين ثم السر أو secret بغية تشفير الاتصال كي نقوم بضبط المخدم بحيث يقبل بالسر secret بغية تشفير الجلسة أو session يمكنكم إنهاء السطر بناقص ناقص secret ثم رقم السر وهنا هو ثم فقط اضغطوا إدخال وها هو وإذا أردتم الاتصال بالمخدم ستستخدمون سطر المهام هذا على ناحية العميل بالذهاب إلى هنا على ناحية العميل أنا أستخدم DNS-CAD command ثم عنوان IP السيرفر ثم المنفذ ثم secret اضغطوا إدخال وسيكون هناك جلسة أو session تحتوي على pre-shared secret أو مسبق المشاركة يمكنكم أيضا التفاعل مع السيشن ذاته باستخدام سطر الأوامر ذاته الذي كنا قد استخدمناه سابقا لنقم بكتابة أمر المساعدة ولنقم بالتشغيل مجددا مثلا notepad remotely عن بعد لنذهب إلى ناحية العميل وها هو تمكننا من عمل ذلك من مركز قيادة وتحكم على الإنترنت على الجهة الأخرى لدي مخدم آخر منشور على الإنترنت أيضا اسم الدومين هو pharma-mid-crm.com وهو دومين تجريبي أستخدمه أنا الآن أريد تحديث مخدمات اسم الدومين هذا للإشارة إلى مخدم أوبونتو الضار الخاص به والذي لديه dns-cat2 مثبت عليه إذن فقط اذهبوا هنا إلى الدومين تحت خيارات البحث المتقدم إن كنتم تستخدمون GoDaddy لذلك فهو سهل للغاية في التعامل مع هذه الأمور فقط اذهبوا إلى إعدادات الدومين الخاص بكم أو مدير الدومين وقوموا بتوجيه مخدمي الاسم أولا عليكم أن تنشئوا على بعض مسجلي الدومين مستضيفين اثنين لمخدمي الاسم nameserver1.ismdomain.com nameserver2.ismdomain.com إذن سيشير هذين الاثنين إلى الـ IP الذي تختارونه سأقوم بتحديث الـ IP هنا ها هو ومخدم الاسم الثاني أيضا يأخذ بعض الوقت لتحديثي هذه سيشير اسم الدومين الخاص بي إلى مخدم Ubuntu الضر ستقومون بعمل سطر الأوامر هذا على ناحية العميل وسيحدث الأمر ذاته سوف تتمكنون من تنفيذ ممر من منفذ 53 باستخدام اسم الدومين بدلا من IP ترجمة نانسي قنقر